اشتركوا في القناة وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَصَبِرِيهِ يقول الدكتور مصطفى محمود أحل لا إله إلا الله لا تنفرط لهم وحده لأنهم أمة الواحد قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيل لا بد أن ننشر ثقافة الحب والاحترام والوئام والألفة فهي من أسباب القوة والوحدة والسلام في العالم أجمع قال تعالى وَاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُونَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ الْنَاوْ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ يقول الدكتور سيف الهادي عندما تكون الكلمة للإسلام فإنه لا اعتبار للمذهبيات عند الأحرار ويمكن لأي مسلم أن يستبشر بصعود كلمة الإسلام على منصة السياسة وإقناع العالم بأن لدى المسلمين تصورا كاملا للدولة ورعاية حقوق الناس وأن الإسلام هو دين الله الذي أكمله عندما يعمل الأخوة معنا تتحول الجبال إلى ذهب قال سماحة شيخ أحمد الخليلي إن مما نحمد الله عليه نرى وطننا العزيز عمان في منأ عن هياج وزوابع تلك الفتن ومأمن من لهي بسعيرها المحرق فكم من مفكر وسياسي سجل لهذا الشعب شهادة شهادة ستفكت تعد وساما على صدره وتاج فوق هامده قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهم كتاب الله كتابة مجيس منكم والسنة والسنة يقول سماحة شيخ أحمد الخليلي حفظه الله أنا سيما مفتعت سماحة الشيخ أحمد الخليلي الله ميفاري وعلى الأمة أن تبتعد نجو يا أمة يكاين بالك بس عن الاغترار بالقوميات غريك نما كوندي والتفاخر بالأنساب نكو جي فخريشنا نسابة والتباهي بالأحساد نكو جي قام بنا فاميليا زاو وإنما عليهم الاعتصام بالتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضون تداعا له سائر جسد سهل والحم رد دائما يد الله مع الجماعة عزتنا في وحدتنا ذلنا في تفرقنا قناة الاستقامة قناة الوحدة شانيوبوتوا ويدا بيد الوحدة كونو كونو هالي ومجويتو اشتركوا في القناة